السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي ان شاء الله حاكم معكم في لايف خفيف وظريف ورايك كده حتكلم لكم عن حاجة مهمة جدا اللي هي ليهدي تعلم البرمجة دانوان لايف معكم محمد محجوب مدير التنفيذي قريب المتكنيات الصغار ومشرف لقلوبة بحسين السودانيين ومناصقة سودان في الأسبوع العربي للبرمجة والأسبوع العربي للابتكار وأيضا كأس العربي للبرمجة والذكاء الاصطناعي هاخدكم في حاجة ظريفة هي هتكون حاجة نقاشية حادفة جدا عن عنوان ظريف وهو ليه تعلم تفرك البرمجة طيب اللايف هكون على محاور نزيدة وبسيطة أول محور خلينا نمسك عن عنوان زادته اللي هو ليه انت تعلم تفرك البرمجة فالإجابة للسؤالة بتجي داي المميزات أول أهمية شنو أنك تتعلم تفرك البرمجة فالأهمية بتكون وين؟ بتكون في أنو البرمجة هي حاليا متوجهها العالم كل بمعنى شنو؟ بمعنى أنو والله يا أخي البرمجة هي دل مستقبلا الوظائف كلها بتركز عليها البرمجة هي من أهميتنا هي بتكون مربوطة بالتكنولوجيا حاليا حسين العالم كل مبتيح على التكنولوجيا والابتكار والذكاري الصناعي وما إلى ذلك يعني حتى الزكاري الصناعي ما شوفهه دا درجة بعيدة جدا فلاه تعلم تفرك البرمجة لأنو دا المستقبل دا المستقبل ودي الوظائف الحقيقية بيكون عندها سوق بعدين لاه تعلم تفرك البرمجة لأنو البرمجة هي بتغرس فيه حاجات كتير شديد من ضمنها أول حاجة اللي هي حب المعرفة يعني لما هو يتعلم البرمجة معناته هيتعلم حل المشكلات يعني البرمجة هي أسرم بتحل ذلك المشكلات ذاك بطريقة بطريقة ما يعني ليه تعلم تفرك البرمجة لأنو البرمجة هي بتعلم الراضيات بتعلم كيف أنه يخطط وصح عشان يحل المشكلات لاه تعلم تفرك البرمجة لأنو البرمجة أصبحت لقى وكل لقى بيكون عندها سوق أو بيكون عندها أهمية كبيرة فأهمية البرمجة بيقت تتمثل في الشركات بيقت بيتمثل في سوق العمل بيتمثل في حيات كثيرة جدا لاه تعلم تفرك البرمجة لأنو البرمجة حاليا في المدارس الخارجية او المدارس الاجنبية اصبحت جزء اساس من منهج او اصبح المعلمين هم يدرسو هذا الطلاب داخل المدارس فده بدي داشتنو بدي انه البرمجة حاجة مهمة شديد فاذا انت ما علمت طفلك البرمجة فممكن تغير وجهة النظر لانه بعد شوية هنجد اسئلة الشائعة في الحاجة دي خلينا مشي المحورة التاني اللي هو كيف اوجه الطفلي او بنتك او يعني خلينا نقول اخوك في البيت اشان يتعلم البرمجة التوجيه الصحيح في الحاجة دي بيكون في والله يا اخي اول حاجة اربطه بالمنصات التعليمية اللي هي بتعلم اساسية البرمجة او بتعلم او بتوريه هو كيف يبدأ الحاجة التانية اذا في كورسات اولاين قنوات في اليوتيوب حاول انه اوصي لديه او لانه البرمجة محتوى مميز جدا وفيه سلاسة او فيه متحة في التعلم اه فلاحظوا كل الاطفال هما يعني ما بتقى طفل هو ما بحب اللعب يعني بتقى انه هما بلعب طوالة على طول فالبرمجة من ميزته انه هي بتدمج ما بين اللعب وما بين العلم او ما بين اللعب وما بين اه اه الدراسة او المتحة في التعلم فهو بالحب اي داكن اه بيسمر عليه اللعب دا بانه يتحلم حاجة جديدة او يتحلم نقعة جديدة او يتعلم اه اساليب او مهارات او قطرات بيطور بيها اه حياته دا جدا فالبرمجة بتتركس اه على هو كيف تتعلم الحاجة دي باسدوب مميز او باسدوب سلس او باسدوب فيه متعة فاشان كده اه فيها رغبة للاطفال يعني اه طيب اه كيف اوجه ابني التوجيه الصحيح اه في البرمجة اه اه الارشات وعدم المنع يعني انت طفلك دا الحاجة العايزة انت حاول اديها له يعني ما تمنعه اه لانه اذا هو مثلا بيحاول انه هو يتفكك الالعاب بيحاول هو والله يتعلم اه بيطبس في التلفون كتير فدي حاجة كويسة انت حاول وجهه توجيه صح بانه والله يا اخي اه يا احمد والله في القنوات الفلانية كده حاول نزل له الفيديوهات يتحلم اكتر اه في برامج برضه ممكن تنزل على التلفون والله برامج دي بتعلم الخطوات بتحت البرمجة كيف اه ممكن مرضه ترسله له لينكات ولي الله يا اخي احمد ابدا اه دي كورس اولاين بيلقى فيها متحة يعني ما هو الطفل عايز توجيه صح اه اه عنده رقبة فلعنده رقبة عايز توجيه صح فانت اذا وجهته صح اه اذا وجهته قلط بالمنع وبانه يا ولد تركز على المذاكرة يا ولد اه حيدي ما تعمله يا ولد ما تضيع وقتك في التلفون اه كده هو الحيدي ممكن تؤثر عليه سلبا على دراسه انت عايب يكون اه كاب اولي امري اه قصدك من المنع هو خير بانه والله هو يحافظ على مستواه الدراسي او يحافظ على تقدمه في الدراسة ويتميز ويجيه اول وكده لكن برضو اذا نظرت ذا دي ناحية تانية اه بتلقى انه عندك مسؤولية انت كوالي امر اه كلكم رائعين وكلكم مسؤولين عن رأيته فانت كوالي امر عندك مسؤولية المسؤولية دي وتترتف في انه اه اذا طفلي عنده مهارات او مهتم بحاجة او بيحب ديه حاجة انا بقدر الامكان بحاول اوفر ديه ما معنى ان اوفرت ديه اكي رشلو شروب وملابيس وكده معنى كده خلاص لا 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 لابد انه توفر ديه الحياة التانية ان هي مهمة ممكن تساعده على الاقل فانه هو يطور مهاراته ويطور قدراته والحاجة ديه اصلا ما بتجيب الملع اه بتجيب اشنو بتجيب انه انت كوالي امر اه وجه طفلك توجيه صاح التوجيه ده بيتم بانه والله انت تحاول تعمله جد ولا صاح يعني شنو يعني حاليا حسنا الفترة الدراسية ضغطة جدا اه محتاج هو يركز اكتر على دراسته محتاج هو اه يجتهد اكتر لكن اه مثلا خلي الجماعة سبيت الخميس اه بعد ما يجي من الدوام خليه هو يتعلم البرمجة يعني يتعلم مهارات جديدة بتلقاه بالعكس الحاجة دي بتساعده حتى في انه هو يحسن مستواه الدراسي ودي انا شخصيا قد اكون لاحظت في كثير من الطلاب المتواصل معاهم او اللي قاعد تدرسهم اه بتلقى انه هما اه البرمجة خلته هما يعني يعملوا تنظيم اكثر يعني مثلا بتلقى الطفل اه نما يتعلم البرمجة يعني اه بتلقى انه يعني اصبح عنده هدف يعني ما طفل والله بيجي بالليل اه او بيكون النهار كله حاين بر الشارع ما عارف كورة كم بلد كده في النهاية بيجي ايما عنده مشكلة يعني بيجي اه بنوم في البيت ومرات الواجبات ما بيكون كم ملاء بكرة الصباح بيصحى بي مشكلة تانية في المدرسة فدي كلها مشاكل لكن اذا نظرنا دي زول تاني او طفل تاني هو بتعلم في البرمجة ده بتلقاه مختلف تماما عن الزولة الاول يعني كيف اه بانو والله الزول يتعلم البرمجة بتلقاه اول حاج عنده مسئولية انو والله عندي مسئولية اه عايز انهي التطبيق ده او انهي اللعبة دي اه حاج برضو حسي حوريكم البرامجة بتكون متاحة انك انت كيف تبدأ طفلك اه في البرمجة اه لكن قبل ما نمشي ده خلينا نكمل الكلام ده اللي هو الزولة او الطفل المتعلم البرمجة بتلقي عنده اه مسئولية عنده هدف عايز اصليه الحاجة التانية بيكون مواصب يعني اه مرتب جدول وصاح الصباح انا بقرأ من ساعة كده لساعة كده اه بعد ما اجي من المدرسة والله بشتغل في البرمجة او بشتغل على اللغة الفلانية سكراتش مايكروفيت بشتغل عليها عندي اه تمرين ده يرحله في البرمجة اه بتلقع يعني عنده اتفتحت عنده المدارك العقلية وده برجعني ده حاجة تانية انه البرمجة هي حل مشكلات يعني مشكلة بتحاول انك تحلها باسدوب برمجة فالاسدوب برمجة ده بيحاول نفتح عقلك باشنو بانه والله اخي اه الرياضيات الحسابات الحاجات دي مهمة جدا في البرمجة فالطفل المتعلم البرمجة بتلقى هو يتعلم حاجات تانية كويسة شديد بيسهده في مستواه الدراسي انه ينظم اقته ورتب اموره اه بتلقاه حتى سبحان الله متميز حتى اكاديميا يعني يعني انا بعرف ناس هما خارج السودان يعني هما بيفوزوا في المسابقات برمجية هما اطفال بيفوزوا في المسابقات برمجية لكن الحصيلة شنو الحصيلة انه هو نما تشوف مستواه الدراسي يعني بتلقاه عكس الصورة النمطية اللي راس منها بعض اولياء الامور في السودان كيف بتلقى زول الطفل الاتميز برمجيا بتلقاه انه هو في الدراسة مستواه ما قلة يعني مواظب على تميزه الدراسي ماشي صاح يعني اه اما التاني ذاك اللي اه اولياء اموره بيحصروه اجرى امشي سوي تعال اما تعمل كده سوي كده انا ما مع انه الولي امري هو ما يعني ما يمنع ولده دا انا ما قلتك ما تمنع ولده داكين اه المنعي ما يكون فانه هو ما يتعلم مهارة جديدة يعني مثلا بتلقى اه اطفال هم دا يتعلم الرسم خليو يرسم وما دا يرحب البرمجيا عايز الرسم خليو يرسم اه بتلقى واحد تاني عايز يتعلم اه كرة الطائرة خليو يتحلم اه التاني دا يتعلم اه السباحة خليو يتحلم لكن انا في المنعي باختصف اي او يعني باقصد شنو باقصد المنعي فانه الولي الامري ما يمنع منعبات يعني والله انت الحالي دا ما تتعلمه نهائيا اذا انت كولي ام جدول له صح يا محمد يا احمد يا والدك مهما كان اسمه نظم وقتك اه الجماعة السبت بعد ما ترجع من الدوام الدراسي اشتغل في الحاجة انت بتحبها كده بتلقاه هو مشا صاح يعني بتلقاه حتى هو اتشجع انه هو ينجز مهامه صاح وينجزه كمان بصورة كويسة ومتميزة ويقدر شنو يقدر اشتغل على المهارة بتاعته فما تحرموا اولاكم من الحاجة دا جدا يعني لانه الحرمان بيرتب عليها تصورات سلبية يعني اه طيب خلينا نرجع لمحور تاني اللي هو مهم جدا اللي هو الشنون برامجا المتاحة اه اللي ممكن اه طفلي مثلا اربط ان هو يتعلم بها البرمجة اه من اهم او من اسهل الحاجات اه الممكن انت كولي امري تبدأ يعني تخلي ابنك هو يبدأ بها البرمجة اللي هي لغة برمجية تسمى بلغة الاسكراتش اه مدي متوفرة جدا ان شاء الله بعد الليف حاخدت لينكات كلها. الاسكراتش دي هي عبارة عن لقه برمجية سهلة. يعني الاطفال بيصموا بيها العاب برمجية كويسة. فدي بتفتح للطفل افاق او بتفتح ديه عقله يعني. طيب من من البرامج ايضا مكعبات الليجو. اللي هي عبارة عن مكعبات كده. يعني الشكل بتاع مكعب كده. اه بيتميز في ان هو يعني حاجة كده ممتعة مسلية للطفل اه في البرمجة. ايضا من البرامج التعليمية اه اللي ممكن يعني طفلك انت يبدأ بيها اللي هي مايكروفيت. مايكروفيت هي اصلا لقه برمجية سهلة الاستخدام. ممكن اي طفل هو مبتدئ استخدام. اه ايضا في لقات البايثون اه ايضا هي لقه برمجية كويسة ومناسبة. فالحاجات دي كلها اذا انت بحثت على جوجل بحثت على اليوتيوب بتلقى كمية من القنوات السهلة والقنوات المبسطة حتى انا ما انسى اه في جهدي مميز جدا تم هنا في السودان. اه فريق سكراتش السودان. اه عملوا ديهم برضو اه المحتوى بتاع اللقه البرمجية بتاع السكراتش كلها حولا للقه العربية. فاذا طفلك ما عالف انجليزي يعني ده ده ما عزر او ده ما ده ما مانع. اه ممكن يتحصل على على الكتاب اللي هو بتاع السكراتش واللغة العربية. ويقدر تواريب ده اه في تعلم البرمجية. الحاجة دي ممكن تبحثه فريق سكراتش في السودان بتلقى الصفحة بتاعته ممكن تواري تنزله اه الكتاب. طيب اه اه تقريبا انا عندي اه نقطتين قبل الاخرات. اه اللي هي نظرة الاباء اه في انه يعني كيف ابنه هو يتعلم البرمجة والمحور الاخير الاسئلة الشايعة. اه كتبت كم سؤال كده شايعة. اه بعدك تاني اذا في اي اسئلة الناس ممكن اه من تسأله تحت يعني وحاجم اقرأ التعليقات وقوم اعلق عليها. طيب اه نظرة الاباء اه بتلقانوا الاباء يعني في فيهم اباء اللي هما ما عنده مشكلة انه هو يعلم تفره البرمجة عادي يعني الحاجة كويسة شديد معه. لكن بتلقى في الجزء التاني من الاباء انه هو عنده عنده مشكلة او عنده ضد في انه يعلم تفره البرمجة. خلينا نناقش المشكلة التانية دي على محاور او على كم استبسك او كم خطوة كده يعني النقطة الاولى اه في انه والله يا اخي هو وللأمر بيكون عنده تصورة عنه اللقه دي ما مناسبة مع مع عقلية ابنه يعني. اللقه دي هي اكبر منه او البرمجة هي حاجة لفل عالي. الحاجة دي خاطئة جدا ممكن اي طفل هو في اي سن ممكن يتعلم برمجة عادي. الحاجة دي متاحة جدا. اه الحاجة التانية اه في اباء عندهم نظرة على انه اه الطفل والله اذا كان هو اه يتعلم البرمجة معناته مستواه الدراسي حاجل. او الحاجة دي خاطئة جدا لانه انت كوري امر بيتحاول تنظم وقت ابنك او الوقت الفلاني بتصلي وقت الفلاني بتحاول انك انت مثلا تحفظ قرآن ودي حاجة ديها برطو. وقت الفلاني انت مثلا بتحاول تتعلم الاكترونيات الوقت التاني بتحاول اه تخلص الهوميك او الواجبات بتحت المدرسة الى ذلك. فانت كوالأمر بيتجدول زمن ابنك صاح. فالحاجة دي منك انت ما من هو. اه بيحصل فيها اختلال او توازن كيف ان انت ما ما قدرت تدير ادارة صاحة زمن ابنك. يا ولد الوقت الفلاني انت تقرأ. لوقت القراءة يعني ما فيه مجاملة. وقت الفلاني وقت انك انت تتعلم الحاجة العايزة. برمجة اكترونيات اه سباحة كرة قدم رياضة المهم انوي. طيب اه برضو تاني من النقاط المهمة جدا اه اللي هي بتكون عند اولياء امورهم اه عدم الوقت عدم الفهم الصحيح للبرمج. يعني بتلقى في في افهام كده مقلوطة. اللي هي ان والله بقول انه البرمجة دي اه لقاء غربية او لقاء جاي من بره فما بتنفع معانا يعني احنا عايزين نحافظ على عاداتنا او تقاليدنا او نحافظ على لقاتنا دي. اه بل عكس جدا اه الحاجة دي هي يعني العالم هو حاليا متطور يعني مثلا زمان او رجعنا عقود ورا يعني بنلقى انه والله يا اخي ما كان في حاجة سمى تلفون ولا كان في حاجة سمى تلفزيون ولا كان في حاجة سمى فده كله جا نتيجة دي شنو نتيجة دي انه الناس اتطورت يعني اتطورت مع بعض. فانا ما ضد العادات والاتقاليد لكن اه مع انه الواحد تتعلم اه حاجات جديدة تنفع وهو. ممكن ايضا من حاجة دي اي اذا تعلمتها تنفع بردك وتنفع اسرتك وتنفع اهلك وتنفع انت شخصيا. ودي بجيدا نقطة الاخيرة في اه في نظرة الاباء لتعلم ابنائهم البرمجة. اه اللي هو بتشوف انه برمجة يعلمتها دي طفله هي ضيعة مستقبل. يعني والله مستقبله بضيء مرة واحدة. والحاجة دي قلط نهائيا. كيف? او ريك. اه تتخيل انه اه اه الطفل هو في اسناء الفترة عمرية اي فترة عمرية عمره سبحتاشر اتناشر عشرة يتعلم ديه لقه برمجية. اه اللقه البرمجية دي نتيجة لتعلمها. يعني يعني تعلم وبعد ذاك بيقى فيها ماهر وعنده مهار وكده. بتلقى عنده اه شوي شوي بيطقن اللقه دي يعني هو متقن للرؤى دي جدا. فدي بيتخليه هو اه يعني شنو اقول لكم كيف? اه بيتخليه هو يشتقل. يعني شنو يعني ممكن يعمله تطبيق. ممكن يعمله اه اه موقع الاكتروني. ممكن يعمله. يعني حاجات كثيرة هي ممكن اه لو يتعلم البرمجة تصبح ديه كمسط الضخم. يعني شنو يعني يعني يكون شغل عديل كده شغل يجب ده قروش. والقروش ما ما قروش بسيطة لا قروش يعني قروش يعني قروش قروش. ف فتعلم البرمجة مهم جدا للاطفال اه لانه بنعكس عليه ايجابيات كثيرة اكتر من سلبياته. والموضوع ممتع جدا و يعني بخلي الاطفال هما عندهم رقبة في التعلم عندهم رقبة في اه كونهما يصبح عندهم مسئولية عندهم معرفة كافية بالجوانب بتحت العلم والثقافة. اه نجد اخر نقطة او اخر محور اللي هو الاسئلة الشائعة. اه طيب خلينا نجد اول سؤال شائع وبعد ذاك نشوف الاسئلة هنا. اه اللي هو اول سؤال شائع اه اه هل هنالك مالع بين انه انا اعلم تفليل برمجة والقرآن يعني يعني السؤال اللي خطيته ده لانه بتلك في اولياء امور او في بعض من الناس يعني بيقول والله انا افضل اعلم ابني القرآن ويحفظ ويكون زول عنده هيبة في المجتمع وكده وزول يعني عنده قيمة. اكتر مما انا اعلم البرمجة واكترونيات واللغاوسة التانية لي. ها اسأل سؤال واحد هل هناك مانع من انك انت تتعلم تفلك البرمجة والقرآن ما في مانع. ولا في واحدة بتتعارض مع التانية. ولا في واحدة بتمنع انه هي يعني انت يعني انت يعلمت البرمجة ما تتعلم القرآن. لا. الحقيقة دي متاحة جدا. فرجاء ام يعني الفهم المقلوط اول اول نقطة القير الصحيحة دي اه تزال يعني الناس اللي يحضروا لايف تكون يعني تمت ازالة انه سهل جدا انت انت تتعلم القرآن وتتعلم البرمجة عادي. او تتعلم البرمجة وتتعلم القرآن. الحقيقة دي متاحة جدا يعني. والاثنين فيهم فوائد جمع وكثيرة جدا ناتو عدو لا تحصى. طيب. اه نجي تاني دي سؤال اه هل اه انت معه او ضد تعلم البرمجة. شخصيا انا من خلال تجربتي يعني في فريغ مبتكسرين الصغار. وتجربتي في 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 الاسبوع العربي للبرمجة والاسبوع العربي للابتكار وكأس العرب للبرمجة والزكاة الاصطناعي. دي قلت انه البرمجة اه اي زول بخشها. والله الا كان هو ما داير يعني. لكن اي طفل بخشها بتلقى اتقيرت حياته للافضل. ما للاسواع طبعا. لا للافضل. اه اه وبتلقى ارتفعت قيمته حتى في المجتمع يعني. الحاجة دي اه يعني بيقوله زول دا عالم او هو كده يعني انسان يعني عابر. فالبرمجة هي بترفع منزل للطفل اه مكانته الاجتماعية. مكانته العمرية. يعني اي زول هو ممكن يتعلم البرمجة سواء كان كبير او صغير. اه البرمجة ايدا بتفتح هذا الطفل افاق. انه يشارك في مسابقات خارجية. يشارك في منتديات. يشارك في اه ورش عمل. فدي اكيد بتبديه فرص مميزة جدا يعني. طيب اه خلينا نجد سؤال برضه. اه كيف اه اوفق ما بين يعني اوفق ما بين الدراسة. وانه اه الطفل يتعلم البرمجة. الحاجة بتجي كيف? بتجي انه اه اي والامر يخصص اه اوقات يعني الوقت الفلاني مثلا في الاسبوع ده كله. انت تحاول تدرس يعني تجتهد. انا طبعا اه مع جدا انه الطالب او او الطفل لابد ان يركز على دراسته. لابد ان يتحصل ويتميز في الدراسة. لكن ده ابدا ما بمنع انه هو اه يحاول يتعلم البرمجة. او يتحاول يتعلم مهارات تانية. بل الحاجة ممكن تساعده حتى في انه هو يتميز دراسيا. اه فانا معه. معه الطالب هو يتعلم او الطفل يتعلم البرمجة ويتميز بها. وبالنسبة لكيف اوفق طبعا بالجدول. لانك كوالي امر بيتحاول تجدول وقت ابنك صح. اه الفترة الفلانية انت تدرس. الفترة الفلانية انت تتعلم على البرمجة. الفترة الفلانية مسموحة انت تشارك في مصابقات دولية. كده يعني. طيب اه اخر سؤال اه نختم عليه الاسئلة الشائعة. وبعدها نشوف الاسئلة الهنا. الناس ممكن اجراها يعني. او ممكن تكتب طوالي. على الاسئلة تحت. اه طيب من اسئلة الشائعة اه ليه اتعلم البرمجة او ليه اعلم تفري البرمجة دون غير. يعني يعني شنو. يعني ليه يا محمد محجوب انت ما قلت اه ليه تعلم تفرك الكرة القدم. او ليه تعلم تفرك الحاسوب. او خلينا نقول ليه تعلم تفرك الرياضة. ليه ما تعلم تفرك الرياضة. يعني ليه بس اختلت البرمجة كاعنوان يعني. اقول لكم يعني ثلاثة اسباب او خلي سبب واحد. اه من اهم الاسباب واقوى الاسباب انه البرمجة حاليا اصبحت لغة العالم. يعني اصبح اصبحت حاجات كثيرة بقت يعني مبنية عليها. يعني شنو يعني والله يا اخي اه بعد شوية الوظائف ذاته حتتغير. يعني يعني انتو يوم مركزين معاي زمان كانت في وظائف معتادة. اه ممكن اه موصح لديك وظيفة معين. لكن يوم لاحظوا الوظائف الزمان والوظائف الحالية بتلقوا في تغيير. التغيير يجد الناس اطورت ام اه اي تغدوا من ملحوص. فحاليا توجه هالعالم بيقى في الزكاء الاصطناعي. البرمجة التطبيقات يعني حسب بيقى اي حاجة تفتح التطبيق الفلاني. بنكك والله تطفح التطبيق الفلاني ترسل. اه ما عارف اه دائرة عربية تفتح التطبيق الفلاني. اه ما عايز عايز كتب تفتح التطبيق الفلاني. يعني بيقى العالم فيه سهولة او فيه مرونة. اه فسهولة المرونة دي جات للبرمجة. فاشان كنا اشنو اخترت العنوان ده. وايضا اخترت العنوان لان انا بقدر تكلم فيه اا زي اخترت عنوان اه لانه ام عندي تجيب كويسة شديد. في فورا مية الكرين الصغار. في تعليم الاطفال للبرمجة. فاشان كنا اخترت العنوان الضريفة اشان انا اقدر اتكلم فيه بصورة كويسة. واقدر اوصل لكم المعلومة بصورة كويسة. اي زور عنده سؤال تحت او ان اي زور يحضرنه اي زور يدرون الان هشوف هشوف الاسئلة. اول سؤال قال من عمر كم الطفل المنفرو يتعلم البرمجة. البرمجة زي ما ذكرت قدت من عمر خمس سنوات اربع سنوات اشرة سنوات خمستاشر سنة ما عندها عمر محدد يعني طالما الطفل بقدر يعني يفهم الحاصق قدامه متاح ان هو يتعلم البرمجة. حتى برضو قلت لكم اذا كان الطفل هو ما بيعرف انجليزي يعني هي برمجة بيتركز على اللغة الانجليزية. لكن حتى الان يعني في تعريب يعني في منهج سكراتش السودان كله معرب باللغة العربية. فما في عزر تاني ان الطفل ما يتعلم البرمجة. طيب اه طيب اه نشوف اه اه العمر ذكرته برضو اه طيب اه في تعليق انا حاسكر وحاعلق عليه اه اتمنى الزولة الكتبو يعني يسمع التعليق كويس اه قال شنو قال عايزين تقتلوا اه تقتلوا اطفال براءتهم خلوا شوفها اي لعبوا اه ومدارسهم برمجة شنو لما يكبروا يلقوها بكت قديمة. ام التعليق الزيدة او الزول اللي يعلق زيدة او حتى الزولة عنده فهم انه يعلق زيدة او حتى الزولة عنده فهم فهم الفهم انه هو اه ممكن اكتب تعليق زيدة اه دا يقول لك انه تلفوان انت حاليا بتكتب فيه دا والتطبيق لانت حس شغال بتكتب فيه دا كما تبرمجته. ها قديمة شنو يعني انا اعرف كده قديمة شنو. يا جماعة فهم انه والله يا اخي البرمجة هي حاجة ما كويسة انها تشيل من من رأس انهائي لانه تلقائيا يعني اذا ما كانت البرمجة هي مفيدة ما كان الدول النامية يعني بالضيفة حتى في المقرارات الدراسية انتم ملاحظين حاجة زيدين من من ضمن الدول كينيا يوقندا الامارات يعني حتى الامارات يعني اصبح عندها فصل الدراسة كامل يسمى بالذكالي الصداعي. فالحيا دي اكيد فيها فايدة. اه اه في يوم ما فيها فايدة الناس ما بتتعاف فيها دا الدرجة دي يعني. فبطلوا او الزولة اللي بعلق زيدا وعنده فهم زيدا يحاول راجع نفسه يقرأ اكتر عن البرمجة هي شنو يفهم بصوره كويس عشان يقدر ينقض بصوره كويس. طيب اه اه قال وين اه مركز الممتكرين او مكان التدريب اه ممكن تتراسوا على صفحة الممتكرين الصغار اه ممكن هما يوروكم التفاصيل كلها. حتى الاستمارة ممكن تفتح متين اه اه المعايير شنو انو طالبين في الممتكرين الصغار. طبعا في مراكز تانية اه الناس ممكن برضو تلتحق او تد اولادا ان هما يلتحقوا بالبرامج دي اه متوفرة في السودان يعني. اه طيب اذا فايزو عندو اي سؤال اه ممكن يسأل اه انا هاخد خمس دقائق اه اذا فايزو عندو اي سؤال يحاوليك تبتحد. اه عشان كده انا اكون امتهت من اللايف الظريف ده. اه ام وبعدها نندي ملخص عام ونكفر لللايف. ام وكده اكون انا اه سعيد جدا بالدخول لللايف. طيب اه في سؤال قال شنو اه عايزة اطور وردي من البيت هو اخذ دورة تدريبية في اورانتش. طيب ممتاز جدا. طالما هو اخذ دورة تدريبية في مركز من المراكز. اه لابد انو يكون في ربط او في متابعة ما بعد الدورة دي. والمتابعة دي بتترتب على اولياء الامور. يعني طالبك هو اخذ دورة في اي حاجة كانت. اه في مركز في اولاين. اه اخذها في معهد خارج السودان. اي حاجة. اه لازم ولي امري تتابع يعني تتابع بشنو في انو انت تنزل له فيديوهات تربط باشخاص. هم ممكن يتابعوا معاه. اه تحاول كل مرة تجيب دهو حاجة جديدة في الالكترونيات. تحاول ام تنزل له فيديوهات ممتعات. تحاول انو مسلا ام تعمل اشتراك في قناة اليوتيوب يعني بتعلم البرمجة بصورة متسلسلة. اه بعد ذاك البرمجة اه هي ذاتك كذا لقا برمجية. انتهى من الاولى. حاول دخله في اللغة التانية. انتهى من التالت. حاول دخله في الرابع وهكذا. يعني خلي خلي الحاجة عندها استمرار او اكثر يعني بصورة مستدامة اكثر. واشان هو يقدر يعني ينتفع بالحاجة بتعلمه دي. والانتفاع بكم بالاستمرار يعني انت كل ما بديت حاجة ذاكي ما استمرت بها هنا بانقطع او بتنقطع الفائدة. فلابد انه تستمر في التعلم اكثر فاكثر. واكيد يعني ربا حيوفقك وحدي تميس اكثر يعني. طيب. اه اه طيب قالت اه بس ال من المستويات. طيب اه مستويات البرمجة هي كذا مستوي. يعني اه على حسب اللغة البرمجية ذات. مثلا في لغة اسكراتش. اه في المايكرو فيت. اه في البايثون. في بيرس بيرس بيرس. فدي كلها لغات برمجية. اه لغات المواقع بردو كثيرة فاللغات برمجية كثير شديد شديد. شديد فاااااااااااااااا انت بس شوية كدا بحثت عن الحاجة دي بصورة اكبر بتلقي انه اه في لغات برمجية ساهل جدا الانسان ذاته يتعلمه سواء كام طفل او بزول كبير. اه برضو في السؤال ده خليني انا نسيت حاجة مهمة جدا. اه انه في منصات عالمية اه بتهتم بالبرمجة بالنسبة للاطفال. من ضمنها الاسبوع العربي للبرمجة. اه من ضمنها ايضا الاسبوع الافريقي للبرمجة. من ضمنها كأس العرب للبرمجة والزكاة الاصطناعي. وده حاليا حسي مفتوح. فاذا عندك اي طفلك اه او اي طفل اه بتعرفه او اه اه من يعني عارفه ان هو يتعلم سكراتش. فرجاء رجاء اذا كان هو في السودان او سوداني خارج السودان. يشارك في المسابقة قليلة انا مسابقة على مستوى الوطن العربي. مصابقة كأس العرب للبرمجة والزكاة الاصطناعي. اه بتختص به اه انه اي طفل هو بيعرف سكراتش. هو ممكن يشارك فيها. واكيد باسن الله اه حنرفع رأس السودان اه بانه اه حيتم اذا عاد انه والله يا اخي الطالب الفلان الفلاني من دولة السودان حاز على كأس العرب للبرمجة والزكاة الاصطناعي. اكيد هيكون اه فخر على كل اجزاء السودان بمختلف قبائلهم بمختلف اه مستواتهم التعليمية. فهيكون فخر ووسام على الصدر للسودان ان شاء الله يعني اه الناس تجد اه هذا الوسام وهذا التميز في البرمجة. طيب اه تاني برضو من حقيقة مهمة جدا اه او من المؤسسات العالمية حاجة يسمى اه 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 الديو اه الديو كودين. اللي هي عبارة عن اه ويب سايت ايو بحثت عنه ديو كودين. اه بتلقى انه فيه مستويات انه الطفل ممكن يخش عليها او داين يسجل. ويشتغل الخطوة الاولى بعدك تصريه خطوة التانية. اشتغل الخطوة التالتة اشتغل الخطوة الرابعة وهكذا. طيب اه اخر حاجة برضو من اه من المنصات العالمية انت ممكن يعني تلحق يومك بها اه اللي هي الراس بيري باي. الراس بيري باي عنده موقع على جوجل انت يخشيت عليه كتبته الراس بيري باي. بتلقى انه عندهم جسم جسم التعليم دا الاطفال. فممكن يعني تخلي ابنك يشترك فيه عادي جدا. وممكن يتحصل على شهادة عادة جدا من رس بيري باي. وكون امرك زابطة يعني. اه فدي من منصات التعليمية الاولاين او منصات تعليمية على مستوى العالم او مستوى الوطن العربي ممكن شنو تلحق ابنك بها. ان شاء الله هحاول اخد اه الرابط دي في منخص الضيف. اه طيب. اه طيب طيب. قال البرمجي هي لغة العصر اه القادم. اه كفاية اه دخل دخل ابل يساوي اه ارامكو. ففعلا والله يا جماعة البرمجي اذا ما كان مهمة ما كان الناس اللي تعبت كده او ما كان يعني التطور دا متقدم بالصورة السريعة عارف في في ناس عندهم تعليقات ما صار تنهي لكن اقول لهم شنو يعني اه العجاجة في اول ترابة في خشومكم. طيب اه 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 اخر سؤال اذا في عندكم ايسر عليك اللي اسأله انه مشايف وقت اللايف ذات شوية. اه طيب قال اه باسل باسأل اه عن اه توافق المستوى او المحتوى مع العمر. يعني والطفل عنده قابلية لتطوع هل اه يصل مرحلة انه يفوت حده او يبقى اوفر بالنسبة للعمر وفي الحالة دي بكون دي هو اسر سلبي. طيب. اه بل الاجابة للسؤال اللي بتكون كيف انه قال لك شنو اي حاجة زادت عن حدا ينقربت ضده. لما بكون شكرك انت يعني اه يعني اه يعني شغال برمجة. لا لا ابدا ولا انا مع الحاجة دي. لكن البرمجة تكون جزو من يوم. يعني وبالصباح او المساء تكون جزو من يوم. لكن ما اقول اليوم كله والليل كله شايده انه هو يتعلم برمجة. ها دي في اي حاجة بتكون مؤسرة سلبية. لانه اه بقولك شنو راحة في التغيير. فده كل ما غيرتها اتمرنتها مسلا يوم اشتغلت برمجة ديوم التاني رياضة فهكذا. لكن لا بد برمجة تكون جزو من يوم. او لا بد برمجة هو يتعلم. لكن ما يتعلم شنو. يعني والله يا اخي يوم كله قاعد. حتى دراسة تخليها. لا انا كده هاكم ضد تعلم البرمجة. لكن اه مع تعلم برمجة فانه انت تحاول تجدول ايامك صاح. او تحاول تجدول ايام اتفاق صاح. ما يحاول يستهلك جل وقته او كل وقته على البرمجة. اه وزكاة الصناع يحاول انه يرتب اموره شوية شوية. اه ياخد الجلعات شوية شوية. عشان هو يقدر استثيق المادة وايستثيق الحائل. اتجابة ان سؤالك او اسؤالك اه تعلوم ابرمجة عنده مستويات. فأي مستويات عند بيكون محددة بالعمر. بالنسبة سكراتش هي مفتوحة. اه في لغات تانية عندها اعمار محددة. فلما تخشوا او تكتبوا في جوجل تعلم برمجة الاطفال بتدقوا في مواقع كثيرة ممكن ان انساء تعلم فيها برمجة. فكل موقع بيكون هو محدد عمر. لكل موقع بيكون عنده عمر معين. فحسب العمر ده اه انت ممكن تكدمي عادي. طيب اه قاد شنو قال البرمجة حتى بغى من المستقبل العالم والغزائف. اه كلام في الصميم يا بشوانيس اه محمد. اه فعلا حسن الغزائف كلها بيكون متجهة على الترمجة. او بيكون متجهة على الزكاية الصناعية. ودي حقيقة ابدا ما فيها منازع او ابدا ما فيها اختلاف. والناس ملاحظة الحاجة دي. بل حتى الناس حسن بيكون شبهي موقينة بالحاجة دي. فالاقناع ده او يعني الحقيقة دي لا بد الناس تصاحب بانه توعي ابناء في انه يتعلم اه البرمجة. لانه ده جيل القادم او ده جيل القادم او ده جيل المستقبل. فاذا انت ما علمت البرمجة حتعلم اه حتخليوا مسلا مشي يتعلم دافوري في الشارع او حتخليوا مشي يتعلم كامبلت. يا جماعة يعني زمان 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 انا ذاتي من من هذا الزمان يعني كان فيه العاب يعني كامبلات نط الحبيل اه 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 الغميضة دي العاب بتاعت اطفال. حاليا حسن اطفال بيقى فيه علعاب تاني. بيقى فيه حاجات تانية. اللعب الطين داك فيه ناس اللي لا غايش حسن بالعوطين لكن اللعب الطين داك كان زمان. فحاليا حسن اللعب كله بكالكتروني. عشان انت تستثمر ابنك صاح. واجفها انه تحلم البرمجة. كذا انت مهاجهت ابنك صاح والبرمجة ابدا تعلمة لا يتنافى او لا يكون ضد تعلم القرآن او تعلم التعلم الدراسي او تعلم الحاجات التانية. الممكن تكون ايضا هي ذنف ممكن تكون اكثر من تعلم البرمجة لكن انا لابد انه يكون في توافق ما بين الامرين يعني. انا لغاية هنا اكون انتهيت اذا في اي اذا عنده اي سؤال يحاولي سعر عليك الله اه اه طيب ممتاز جدا اه طيب انت بمثال اشياء ايضا برضو ال IOT System اه برضو مهم جدا حاليا حتى بيقت في بيوت ممكن انت يعني بيقت خلاصة يعني الحالي بيقت تشبه مطبقة على ممكن بيت كامل انت تتحكم فيه بالتلفون بس فتح الباب ينوير اي يرسي ذك الريسالة اذا فيه حرام جنطة فحادي كلها جادش نجد انه الناس يعني اشتغلت اها روحك اكثر في البرمجة فا رجعني اذا في يوضع اندي سؤال اذا يزال انه يسألك انا كده اكترك اه من اللايف اه كنت سعى جدا انا الناس كان في تفاول على اللايف ذه اه زيت انه كان فيه رقبة انه الناس تحت للايف شكرا ده اي تعليق اه كان ضد اه تعلم البرمجة. اذا كان ضد تعلم البرمجة حاول تكلم الاسباب المقنعة والحجة الواضحة على الحاجة دي. اه اذا انت مع تعلم البرمجة فرجاء حاول انشرة حاجة دي ووري الاطفال ان هم يتعلموا الحاجة دي. واكيد هتكون زينفع عليك. وعلم ينتفع به باذن الله تعالى. هتكون اجر لك. وعلى كل من تعلم البرمجة. اه شاكر لكم جدا. اه كنت معاكم اه محمد محجوب. اه مدير تنفيذ الفرن ومتكنين الصغار. ومشرف قروب الحسين السودانيين. ومنسق السودان في اسبوع العربي للبرمجة وزكايا الصناعي. وكأس العرب للبرمجة. اه الى ان نلقاكم في لايفات اخرى. وعناوين اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم في حفظ الله ورعاية.